كانتي يتعرض للطرد المباشر لأول مرة في مسيرته تعرض النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب التحاد جدة للطرد ليحصل على أول بطاقة حمراء مباشرة في مسيرته التي بدأت قبل عقد كامل وذلك عندما طرده حكم مباراة فريقه أمام مضيفه الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أسيا يوم السلساء وحقق فريق الهلال فوزا هاما على نظير التحاد جدة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا وتدخل كانتي بقوة على زميله السابق في تشيلسي كاليدو في الدقيقة الخامسة والستون ليلجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ويعود لمنح أول بطاقة حمراء مباشرة في مسيرته وأول طرد يتلقى منذ عشرة أعوام وحصل كانتي على بطاقتين سفراويين في غضون 13 دقيقة من مباراة فريقه كان وسانت إيتيان في الدور الفرنسي ليطرد من الملعب هو الطرد الأول والأخير قبل بطاقته الحمراء يوم السلساء أمام الهلال بشكركم على حسن استماعكم